معرض لنحو 4500 زوج من الاحذية في بروكسل يرمز كل واحد منها لحياة كل شهيد فلسطيني ازهقت جراء الات القتل الاسرائيلية على مدى العقد الماضي المعرض نظم بالقرب من مبنى المجلس الاوروبي حيث يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بعد ان تمنته جماعة افاز التي اطلقت الحملة في جميع انحاء اوروبا جئنا الى هنا اليوم لاظهر ان حياة الفلسطينيين تهمونها ويجب ان تكون مهمة لحكومتنا كذلك يوجد خلف 4500 زوج من الاحذية ترمز لكل فلسطيني قتلته اسرائيل في هذا الصراع اكثر من الف زوج ترمز للاطفال ويعتبر مقيم المعرض انه وقوف من اجل الانسانية وليس في جانب طرف ضد الاخر وان الهدف من ذلك هو التوضيح لقادة الاتحاد الاوروبي ان الاوروبيين يهتمون بما يحدث في فلسطين ويرون ضرورة وضع حد له تم التبرع بالاحذية من جميع انحاء اوروبا من برلين من باريس ولندن ومن بروكسل لا يمكننا ان ننسى اننا نتحدث عن ارواح بشرية ازهقت في هذا الصراع نحن لا نقف في جانب طرف ضد الاخر نحن نقف من اجل الانسانية من اجل بشر مثلكم ومثلي وتأتي هذه الفعالية في وقت ترتفع فيه اعداد الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال الاسرائيلي تزامنا مع مسيرات العودة الكبرى ونقل السفارة الامريكية الى القدس المحتلة شكرا